السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنبدأ نتكلم على الجندس. الجندس او الصفرة او اليرقون او لها ترمنالجي تاني اسمه اكترس. عبارة عن يلوش بيجمانتيشن او ديسكالاريشن او جرينيش يلو بيجمانتيشن بيحصل فين في السكين. بيحصل نتيجة لزيادة البلروبن في الدم. طب هاي زيادة في البلروبن هتبدأ تديني جندس. لا الكلانيك الجندس يعني اللي احنا نشوفها دي بتظهر لما البلروبن بتزيد عن اتنين ونصف ميلي جرام برديسيليتور. طيب الجندس دي عبارة عن دزيز? لا. الجندس مش دزيز. الجندس عبارة عن كلينيكل ساين او ميديكل ساين. بتظهر نتيجة مشكلة ممكن اي دزيز يعمل مشكلة في الميتابوليزم بتاع البلروبن يقدي لي للجندس. طب ايه هو اصلا الميتابوليزم او بلروبن? نقوله بقى. عندنا اول حاجة اللي هي كل ما وعشرين يوم بتبدأ ان هي تتكسر بتروح للسبلين يبدأ ان هو يحولها لهيم وجلوبن وينتج عنه البلروبن. البلروبن دي اللي بتتكون من تكسير الدم اسمها انكونجيجيتد بلروبن. الانكونجيجيتد بلروبن ديت ديت بيسموها الفري بلروبن او بيسموها الانديريكت بلروبن او بيسموها الانبولر. يعني ما هياش ديها قطبية. تقدر تخش جوه الاخشية. تقدر تخش جوه الجلد. تقدر تخش جوه الخلايا. ودي ممكن تعملي مشاكل كتير. طيب. بيحصل ايه? بيحصل انها لازم انها تروح لليفر. فما بترضوش. مين بياخدها وديها? الالبومن. الالبومن بيعمل لها ويبدأ ان هو يوديها للليفر. كده خلصنا المرحلة الاولانية اللي قبل ما نوصل للليفر. تكسير كرات الدم. بيبقى عندي انكونجيجيتد بلروبن. طب لما هتروح للليفر الليفر هيبدأ ان هو يعمل لها آآ ريداكشن. بدأ عن طريق انزايم اسمه بلروبن. جلوكو جلوكرونايد. الجلوكرونايد ده هيبدأ ان هو يحولها لكونجيجيتد بلروبن. كونجيجيتد بلروبن ديت. حتى تنزل في صورة الصفرة في الجول بلدر عشان تنزل لمين? تنزل لي الانتستين. حيبقى اسمها ايه? اليورو بلانوجين. اليورو بلانوجين. اليورو بلانوجين ده. جزء كبير منها هتنزل في الانتستين. وجزء صغير حوالي خمسة في المية. هيروح للدم. هينزل. والبيورو بلانوجين لونها مش قوي. بتعملي اللون الامبارييلو اوفيورين. طب والباقي. الباقي بينزل على العلرج انتستين عن طريق النورمال فلورا. بتبدأ تحول هولي لستيريكو بلانوجين ينزل في الفيسز. يبقى كده انا عندي جزء صغير بينزل في اليورين. وجزء كبير من الاستيريكو بلانوجين. بيروح للفيسز. يعملي ايه? يعملي الدارك براون كالر اوف اسطول. ماشي? طيب. ايه اللي بيحصل? ايه هما اول واحد البريهيباتيك. وبعدين الهيباتيك. واخر واحد البوست هيباتيك. البريهيباتيك يحصل نتيجة تكسير في الدم كتير. تاني نوع يحصل نتيجة انه في مشاكل في الكبد. يبقى اسمه هيباتيك. نتيجة لفر ديزيز. النوع التالت نتيجة اوبستركشن لأي جزء بوسط هيباتيك بعد ما تكونت اليورو برانوجين. تبدأ ان يحصل لي مشاكل ممكن جولستون مثلا. اتقفلت فبالتالي هو مش عارف ايه طلع الايه? ايه البلروبين. طيب. اتكلم على النوع الاولاني اللي هو الهيماتو هومولاتيك جوندوس. الاكساسف ديستركشن. الاكساسف ديستركشن ده جاي منين? جاي من حد حصل له مشكلة في البلد. مش هنتكلم على البيبيهات عشان عند البيبيهات دي نورمال بروسس. بيحصل التكسير في الدم البيبي اول ما بيتولد بيتكسر الدم المتكون وبيبدأ الليفر بتاعه هو بيتشتغل عشان يتكون لي دم جديد. فالدم اللي عنده كله كان جاي من الام فبيبدأ انه هو يتكسر. فيعمل لي الجزء بتاع النيونيت هايبربلينروبينيبيه. جوندوس ديست. طيب. اما في الكبار بقى بيحصل ليه? لو حصل له مثلا هيمولاتيك انيميا. الناس اللي عندها انيميا الفول. لو اكل بقليات يبدأ دم ويتكسر. الناس اللي عندها مجالو بلاستيك انيميا. الناس اللي عندها اي نوع من انواع الانيميا اللي بيحصل فيها تكسير في الدم. دي كلها لو جات وجد السبب يكسر في الدم. هيبدأ كل الدم اللي عنده بيتكسر. فيبدأ يعمل لي لود كبير على الكبتة. بعد كده عندي مين? عندي الناس اللي خدت بلا ترانس فيوجن انكمباتابل. يعني هيبدأ ان هو يكسر في الدم. لان انكمباتابل هيبدأ ان هو يحصل معركة ما بين الانتجين والانتيبودي للدخل الجديد. فبالتالي هيبدأ يكسر في الدم. يبقى ده هيموليتك راكشن. ماشي? يبقى انا عندي اما هيموليتك ديس اوردر يام هيموليتك راكشن. طب نوع البلروبن بقى اللي حيبقى موجوده يبقى زيادة. حيبقى الان دايريكت البلروبن اللي هي الان كونجيجيتت او الفري طايب. كل المشكلة عندي في الجزء اللي هو الاولاني اللي قبل ما نوصل للكبت. التكسير كتير. الكبت ما بيبقاش قادر على ان هو يعمل كل الكمية دي. فبالتالي اللي بيشغال نورمال مفيش مشكلة. والكمية اللي هو بيعملها بتبقى نورمال. بيعمل شوية زيادة. بس مين اللي الزيادة بتبقى فين? في الان كونجيجيتت بلروبن. ماشي? اليورين بيبقى في بلروبن. ما فيهوش زيادة. ويبقى عندي كمية كتيرة لنتيجة ان الليفر شغال اكتر. بس ما هياش الكمية الكبيرة قوي. بس المين اللي عندي الكتير في الدم مين? الان كونجيجيتت البيلروبن. ماشي? طبعا المشكلة كلها ان اللي بيحصل ايه? اللي بيحصل ممكن يتعرض للعيان ده ان هو يحصل مثلا بلروبن او باجمنت ستون. نوع من انواع الجول ستون نتيجة زيادة البيلروبن. ليه? لان بتزيد من عشرين لخمسة وعشرين. ودي بتبقى حالات اكيوت. وممكن تأثر لي على وبتعملها مدان جامد في الجسد. ما يبقاش قادر لا يقوم ولا يتحرك ولا يعمل اي حاجة. تاني نوع عندنا اللي هو الهيباتوس سليلور جوندس. يعني ان انا عندي مشكلة في الكبد ان هو ان ايبل توعى ايه ان هو يعمل لي كونجيجيشن للان كونجيجيتت بلروبن الان دايريكت ويحولها لديريكت بلروبن. ده بيبقى بسبب ايه? بسبب دامج فين بتعمل لي مشكلة في الفانكشن. طيب ممكن كمان ايه? الفيرل هيبوتايتس. حاجات الفيروسات. زي الفيروس هيبوتايتس ايه? وبي وسي ودي و اي و جي كمان. ممكن كمان في انواع من الفيروس الثانية اللي بتأثر على الكبد. زي اليروفيفور فيروس والإباستينبور فيروس. ماشي? بعض انواع الميديكيشن ممكن تعمل ايه? برضو توكسيستي للهيباتوس للليفر. زي مثلا الهيه اه 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 البرسيتامول. مادة البرسيتامول هي مادة امان. بس لو قطرت قوي بتبقى توكسيك للليفر. ممكن كميكا التوكسيستي بقى باي مواد زي الكولور زي الفوسفرس والحاجات دي والالكوحل كمان ممكن يقصر لي على الفانكشن بتاعة الكبد. حالات الليبال سيروزز. حالات الهيباتوس سيلورر ديزيز. حالات الناس اللي عندها آآ ليفر كارسينوما. كل الكلام ده يقصر لي على المشاكل الايه بتاعة الكبد. طيب. الناس اللي عندها وبستراكتف جوندس مدة طويلة. من كتر ما البلروبن بترجع تاني للكبد. مفروض الكبد بيسمع. بس ما بيعملش ستورج. لان الحاجات دي بتبقى خلايا بتاعته هي خلايا ديليكت رائية. لو فضل الابستراكشن مدة طويلة بيد ان هو يرجع تاني الكبد. فبالتالي بيأثر على وظيفة الكبد ويعمل لي بتاعته بتاعته بتبقى عبارة عن نوزيا باش انت بيبقى سيفير لي قيل. بيبقى عند ويت لوس. ماليز فتيج ويكنس. في آآ في اليورن بيتبقى ممكن تكون الافيتد. الاتنين بيبقوا الافيتد. الاس تي الان تي طبعا بيبقوا تالت نوع اللي هو الابستراكتف جوندس. الابستراكتف جوندس ناتج من اي ناتج من اكلوجن في الباثوي بتاع اللي هو فين? اللي هو البايلدكت والمشاكل بتاعتها. اما يكون فيه تيومر. اما يكون فيه ستون. اما فيه من كتر ما هو هي ورمة بتعمل. ادي ديما. كتر الاديما تقفل لي الباثوي بتاع. ماشي? كل ده يعمل لي ويعمل لي مشاكل. وكمان لو فيه من كتر يسد تيوبس اللي طلعه. ده من الابستراكتف جوندس. طيب بيبقى هي اكتر حاجة فيها اللي هي بمعنى ان لما بتزيد في الدم بتعمل لي وهرش جامد. ماشي? وعندي طبعا مشاكل في الهضم لان هو ما بيقدرش يهدم الفاتي ميلز. ماشي? وكل ما بيجي يياكل فاتي ميلز بيبدأ ان الجول بلادر مفروض بتنقبض. فبالتالي لما بتنقبض بتعمل مغص جديد وبتعمل مشاكل ليه العيان فبالتالي مش عادري ان هو ياكل اجهب فيه فاتي. لابقى عنده انضيجشن. ماشي? الاستي والايلتي اللي هما وظيف الكب والجيجي اللي بيبدأ ويعلو بس ما بيبقوش عالين قوي. مين بقى اللي هو ممكن يكون عالي قوي? اللي هو الالكالاين فوسفاتيز. تحليل اسمه الالكالاين فوسفاتيز. طيب تعالوا نقارن كده. الكوز لو هو بريهيباتيك بيبقى الكوز بتاعه ديستركشن في الاربيسيز. ماشي? اه اه الكوز الهيباتيك ليفور ديزيز. الكوز البوست هيباتيك الايه مشكلة في اوبستركشن في الباثوي. تاني حاجة. السيرام بالروبن. في البريهيباتيك هيبقى انكونجيجيت اعلى. في البوست هيباتيك الكونجيجيت هيبقى اعلى. في الهيباتيك لهو قادر يصنع ولا هو قادر يصرف. فبالتالي بيحصل ايه الكونجيجيت والانكونجيجيت اللي text يبقوا عليه. طيب في البريهيباتيك اليورن بالروبن. ما فيش. في البوسط هيباتيك اليورن بالروبن بيبقى عالى قوي. تو بلاس. في الهيباتيك اليورن بالروبن بيبقى عالى بس درجة بلاس وان ما بقاش عالي جدا زي البوست هباتك اليورن هنا هيبقى زيادة ماشي؟ الزيادة لان الشغل كتير هنا هيبقى مفيش لان ما فيش حاجة بتتصرف مفيش مش نازل اصلا هنا هيبقى نص نص ان هو قليل بس مش ابسنت في الفيسز بقى في الفيسز هنا هيبقى زيادة ليه لان تصنيع كتير هنا هيبقى ابسنت لما هيبقى ابسنت هيبقى لون لونه فاتح كده عامل زي لون عارفين لون الطينة لون السلصال كده الفاتح كليي كالرد كليي كالرد هبقى السلصال بتعمل منه الاباريق والحاجات دي هنا هيبقى قليل بس مش ابسنت قليل بس مش ابسنت طيب في تيست بيتعمل بقى للجوندس بيبقى اسمه فندنبورج تيست فندنبورج تيست كده هيطلع لين دايريكت بلس وفي البوست هباتيك هتبقى الدايريكت بلس هي الدايريكت الدايريكت هو اللي عالي وفي الهباتيك هايبقى باي فيزيك يعني الاتنين هايبقوا موجودين اشتركوا في القناة